السلام عليكم أصدقائي عندنا مجموعة من الأحداث الهامة جدا حنتكلم عنها بهذا الفيديو لذلك أرجو أن تبقوا لنهاية الفيديو موضوعنا الأول اللاجئين الأفغان يبدو أنهم جننوا السلطات الألمانية وعملوا أشياء خلت كل الأحزاب الألمانية سواء اللي بالحكومة أو المعارضة وكل وسائل الإعلام تتحد وتركز على اللاجئين بألمانيا ما حصل هو بحث كبير بحث صحفي وهذا البحث مصحوب بمتابعة مهمة هذه المتابعة هي متابعة سياسية كبيرة لشي عمل اللاجئين الأفغان جزء كبير منهم لاجئين يحملون جواز السفر الأزرق مئات الأشخاص كل أسبوع ليس كل شهر أو كل سنة كل أسبوع مئات الأشخاص يعملون إجازة ويستمتعون ببلدهم والأم أفغانستان وهم يستعملون طريقتين طريقتين يعني ما تخطر على بال أحد ومضبطين أمورهم مع شركات سفر داخل ألمانيا تتعاون مع دولة ثالثة يروحون إلها ومن تلك الدولة الثالثة يذهبون لأفغانستان دون أن يتركون أي أثر لألمانيا الآثار فقط يتركونها بشكل اختياري على مواقع التواصل الاجتماعي البحث الصحفي اللي انتشر بوسائل الإعلام يقول أن ألمانيا أبداً ما راح تعرف الحجم الحقيقي لعدد اللاجئين اللي يروحون لبلدانهم والأم واللي عندهم جواز أزرق لأن عدد أكبر مما يتصورت جميع وكل الدلائل حسب البحوث الإعلامية والسياسية تشير إلى أن الأفغان والسوريين والعراقيين يفعلون ذلك وهم يفعلون الأمر بطريقتين طبعاً الحكومة الألمانية راح تسوي كل شي حتى تتعقب هذه الطرق لأن هذا الشيء تريد وسائل الإعلام ويضغط السياسيين على وزيرة الداخلية الألمانية ناسي فيزا الطريقة الأولى يتعاونون مع وكالات سفر يتدبر لهم فيز مزدوجة تأشيرات دخول مزدوجة يذهبون إلى بلد مثل إيران أو تركيا هناك يحصلون على الفيزا المزدوجة وهي ورقة منفصلة بالإمكان التخلص منها دون ترك أثر من تلك الدول يذهبون إلى أفغانستان وهناك بمطار كابول مثلاً لا يتم ختم جواز سفرهم سواء الأزرق أو غيره بل تختم فقط هذه الورقة المنفصلة هذه كانت الطريقة الأولى لحسب ما فهمنا فإن الأحزاب الألمانية تريد من وزيرة الداخلية أن تعمل كل شيء لتتبع هذه الطريقة ومعاقبة من يقوم بهذه الطريقة المتحيلة على قوانين اللجوء بسحب الإقامة منه وإلغاء لجوء الطريقة الثانية حسب ما تقول صحيفة ذلت والصحف ألمانية عديدة وسياسيين وجهات مراقبة للطرق المتحيلة ليستخدمها اللاجئين بالسفر يقوم اللاجئين الأفغان اللي عندهم جواز أزرق بنذهب إلى تركيا أو إيران ومن هناك يلتقون بأصدقاء أو معارف ويكون معارفهم هناك يحتفظون بوثائقهم الرسمية من بلدهم الأم مثلا جواز سفر البلد الأم يكون موجود هناك لا يعطون لألمانيا يقولون لألمانيا فقدنا جواز بالبحر أو مثلا بطاقة شخصية بتلك الدول يأخذون مستمسكاتهم ويسافرون بها إلى أفغانستان يأخذون هناك مدة من الزمن بعدها يرجعون إلى معارفهم بتلك الدول سواء تركيا أو إيران يعطوهم جواز السفر الأفغاني ويقولون لهم شكرا أو تشكر يا طيبين القلب وبعدها يذهبون إلى مطار طهران بالوثائق الألمانية أو مطارات تركية ويغادرون مثلا بالجواز الأزرق هذه الطريقة لمن يعتقد أنها طريقة يعني متحايلة مضمونة يعني أحذركم منها حتحاربها الحكومة الألمانية من خلال التعاون مع الدول الأخرى ووكالات السفر الأخرى والتعاون مع إدارة المطارات هنا نصيحة هامة جدا للاجئين اللي يفكرون بالسفر لبلدانهم الأم الجواز الألماني هو أقوى جواز سفر بالعالم إن لم يكن ثاني أقوى جواز سفر بالعالم أو يتشارك رقم واحد مع أقوى جواز قوة جواز سفر أي دولة تعتمد على العلاقات الدبلوماسية اللي تعملها تلك الدولة مثلا الألمانيا مع الدول الأخرى يعني ألمانيا من أقوى دول العالم إلى مؤقوى دولة بالعالم بالعلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى حتى مع الدول اللي ما تتصورون إنها صديقة لألبانيا هناك جهات ووجهات اتصالات الآن الاتحاد المسيح الديمقراطي المعارض هو أكبر كتلة بالحكومة الألبانية وحزب البديل يريدون كل التركيز على وزيرة الداخلية يقولون لها أنت السبب لازم تتغير القوانين وتتشدد الإجراءات أكثر على اللاجئين الأونيون اللي هم التحالف الأكبر شعبية سيباستيان هاتمان اللي هو المتحدث باسم السياسة الداخلية للأونيون يقول يجب أن يحصل تعاون كبير وغير بيروقراطي بين مكتب البنف ومكتب العمل والشرطة الألمانية يعني تعاون بدون بيروقراطية بين هذه المؤسسات كي مثلا لاجئ لما يغادر ألمانيا لقضاء الإجازة ليس فقط رب عمل لا يعلم بذلك بل معلومات تتشاركها البنف والشرطة ومكاتب العمل ويبلغون بها إدارات المدن موضوعنا التالي أصدقائي عملية اختيال خطيرة أمام الجميع ببانهوف فرانكفورت بمحطة القطارات الكبيرة والضخمة حادثة صادمة نادرا ما نرى مثيل لها بألمانيا عملية إجرامية من الطراز الأول ببانهوف فرانكفورت المركزي الكبير والمزدحم بالركاب بكل أوقات اليوم حصلت الجريمة بمساء يوم أمس الثلاثاء بالمنصة رقم تسعة أو ببانهوف فرانكفورت كان هناك رجل واقف بالمنصة ينتظر قدوم القطار فجأة أتى رجل آخر عليه وأشهر مسدس أمامه وقام بتصفية الرجل الآخر أطلق عليه الرصاص بوسط البانهوف بعد ما سقط الضحية على الأرض قام القاتل بإطلاق رصاصات عديدة عليه بمنطقة الوجه والصدر للتأكد من تصفيته وبعد العملية حاولت جاني المجرن الهروب من مكان الجريمة ولكن الشرطة قفضت عليها بسرعة كبيرة كون يعني بانهوف فرانكفورت يعني مكان يعجب الشرطة بكل شيء تجد الكثيرين فتعرفت عليها الشرطة والمفاجئة اللي تبقينت أنها ليست مفاجئة أن الجاني أجنبي والضحية أيضا أجنبي تقول الشرطة أن الضحية تركي والجاني تركي يعني الضحية عمره 27 سنة الجاني عمره 54 سنة وحتى الآن خلفية الجريمة والدافع غير معروفين وفور ورود معلومات أخرى سأقوم بنقلها لكم بالقناة لذلك تأكد من اشتراكك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى تكون على الطلاع بكل المستجدات أولا بأول وعمل لايك بطريقك محطة القطارات أغلقت مؤقتا وحصل خلل ببرامج القطارات بمدن عديدة بألمانيا كون محطة فرانكفورت المركزية هي واحدة من أكبر المحطات بألمانيا وتمر بها قطارات نقل داخلي وخارجي وهي مدينة المال والأعمال رقم واحد بألمانيا الشيء الغريب بهذه الجريمة هي أنها حصلت بمكان عام مزدحم ليس مثل بقية الجرائم التي تحصل بأوقات الفجر أو بعد منتصف الليل وبمناطق نائية وغير عامة هنا يعني لازم نعرف شنو دافع الجريمة لماذا هي بالإمكان اعتبارها جريمة يائسة أن يقوم بها شخص بوضح يعني ليست بوضح النهار بل أمام مرأة جميع بعملية التصفية من هي الشخصية التي تم تصفيتها أي الجهات تقف وراء هذه الجريمة موضوعنا التالي أصدقائي خبر مزعج جدا لعشاق السفر الرخيص كلنا نحب نسافر بأقل تكلفة ممكنة مهم تستمتع مو المهم تدفع أموال كثيرة على التنقل بألمانيا يحصل شيء مزعج لعشاق السفر وهو ارتفاع كبير جدا بالضرائب والرسوم على شركات الطيران وهذا يدفع الشركات إلى رفع أسعارها وبالتالي المسافرين يحفرون بشكل عميق جدا بجيوبهم ويدفعون أكثر لتذاكر السفر أرخص شركة بأسعار السفر الجوي نعتبرها شركة الغلابة هي شركة رايان إيا الإيرلندية تعتبر واحدة وربما أرخص شركة سفر بأوروبا واحدة من أكثر الشركات أو رقم واحد بأكثر شركة يستخدمها المسافرين بأوروبا تعلن رايان إيا أنها ستلغي الكثير من الرحلات من وإلى ألمانيا وقالت الشركة للحكومة الألمانية إذا ما تخفضون الضرائب المرتفعة والرسوم المرتفعة فرح تخسرونه حتخسرون حوالي مليون أو مليون ونصف مسافر يطير من المطارات الألمانية إلى الخارج أو يأتي من الخارج إلى المطارات الألمانية وتقول سيقوم الناس الراغبين بالسفر منخفض الثمن بالسفر إلى دول جواركم إلى دول جوار ألمانيا من أجل العروض الرخيصة والطيران بضرائب أقل تقول الشركة أن حركة الطيران بالمطارات الألمانية عوضت كل خسائر وباء الكورونا وهي جنة أرباح أكثر من كل دول جوار ألمانيا والسبب هو تكلفة المراقبة الجوية صارت أغلى يعني المراقبين الجويين تكلفتها أغلى الفحوصات الأمنية صارت أغلى وتكلفة مبيت وركن الطائرات صارت أغلى وهناك ضرائب تم زيادتها على كل حجوزات الطيران ابتداء من شهر مايو أيار الماضي وضيفت للضرائب السابقة فصار كل شيء أغلى رئيس رايان أيار اللي هو إيدي ويلسون يهاجم ألمانيا بعنف ويقول أن سكان ألمانيا يدفعون الإجور العالية الأكثر بتذاكر الطيران بسبب سياسات الحكومة الألمانية وأن سوق الطيران محطن بسبب سياسة الضرائب والرسوم المرتفعة موضوعنا الأخير مهم جدا أكبر مشروع بأوروبا لإدخال الحشرات بالنظام الغذائي للبشر والحيوانات بالدنمارك قامت شركة بإطلاق مشروع يهدف إلى إلغاء الأعلاف الحيوانية مثل الصوية وغيرها اللي يتم يعطاها للخرفان الأبقار الخنازير حتى يعني بعض الأعلاف النباتية يتم يعطاها للأسماك واستبدال هذه الأعلاف بعلف جديد يتكون من الحشرات طبعا هدفهم ليس فقط جعل علف الحيوانات يكون الحشرات بل إيصال الحشرات للنظام الغذائي للبشر هذه الفكرة تسعى لأن تصبح جزء من نظامنا الغذائي وفقا لتطلعات القائمين على المشروع أكبر مصنع لإنتاج الحشرات أو يرقات الذباب بأوروبا وربما على مستوى العالم يقع بدولة الدنمارك يتم تربية ملايين اليرقات من ذبابة الجندي الأسود هذا هو اسم الذبابة هذه اليرقات الصغيرة ميزتها هي تلتهم كل أنواع الزبالة عفوا والقاذورات والنفايات مما يجعلها بديل صديق للبيئة عكس بقية أنواع الأعلاف اللي تحتاج إلى زراعة مكلفة وأسمدة مثل الصوية وغيرها صاحبة المشروع وصاحبة المعمل الضخم اسمها اللوجين ليند سام تقول إنها وعائلتها تمتلك حضيرة للخنازير وكانوا بالحضيرة يجلبون أعلاف إلى الخنازير لأجل تسمينهم وكون الحضيرة اللي تربى بها الخنازير تكون يعني بعض الشيء متسخة ومليئة بالذباب فقد شاهدوا أن الحيوانات تتغذى على الذباب ويرقات الذباب وتشعر بالشبع تقول صاحبة المعمل الضخم أن يرقات الذباب تتكاثر بهمجية وبالإمكان إنتاج المليارات منها بتكلفة منخفضة وهي تتكون من يعني أكثر من نصفها تتكون من البروتين وتعتبر غذاء ممتاز للمواشي وحتى للدجاج يعني بالمختصر هم هدفهم ليس جعل البشر يأكلون الحشرات بشكل مباشر بل جعل الحيوانات اللي يأكل هالناس يعني يكون على ذباب والحشرات ويقولون أيضا أن هذه الحشرات تستطيع إعادة تدوير الأوساخ والنفايات العضوية بدلا من أن تصبح النفايات هم كبير وتخلص منها مكلف لو انتشرت هذه المعامل الضخمة اللي تنتج الحشرات فستكون النفايات هي مادة أولية لإنتاج المزيد من الديدان أو السلابيح وطريقة تحويلها اللي يعلف هي لما تحصل أو تصل اليرقة لمستوى نضج معين أو نضوج معين يتم تشفيفها وبعد التشفيف تطحن وتتحول إلى شيء يشبه الطحين يضفو لبعض المواد الكيميائية وتصير مثل الطحين وكعادة كل المشاريع اللي تدافع عن المناخ البداية تكون كيوت لطيفة قد مولك فكرة بها كلام جميل يجعلك تتصور أن تربية الحيوانات حتصر أسهل اللحوم حتكون أرخص ولكن صاحبة المعمل الضخم تقول طموحنا وهدفنا الكبير هو أن تصبح اليرقات أو السلابيح الديدان جزء أساسي بالنظام البشر الغذائي مثلا عن طريق طحنها وتحويلها إلى مخبوزات أو ماكرونة أو شباكيتي وطعمها يكون شهي لما يأكلها البشر بهذا الموضوع صاني للنهاية شكرا لحسن استماعكم مع السلامة